من المواضيع دائما الجزائر تشهد العديد من التظاهرات الثقافية في هذا الصدد حين نحضر مع بعض ملحمة بإمداء مميز من عند الدكتورة والسيدة جميلة الزقاين رحبو بيكس بعد خير نورتنا شكرا على هذه الاستضافة الحاتمية وصباحكم نور وإشراق الله يسلمك يعني شكرا على الله يخليك هذه شرف لفريق الملحمة بوسعدية ساوند أن يكون برحاب قناة الشروق المتألقة إن شاء الله تكون هذه إضافة لمسرحنا الجزائري الذي أره يتوثب شيئا فشيئا صوب الجودة وصوب العطاء البناء يعني يوم الجمعة رح تكون هناك ملحمة مصرحية يعني غنائية تراثية نعم كوميدية كوميدية هي يعني بتسمي ملحمة بوسعدية ساوند نعم هي بوسعدية ساوند ملحمة تراثية ترتكز على شخصية بوسعدية وهي أيقونة تراثية ممكن هذا هو سبب التسمية نعم وهذا هو سبب التسمية والفكرة في الأصل هي للمغني الجزائري ديطابة الصحراوي عبدالله من نائي واستثمرتها السيدة المخرجة تونس أي تالي لتكون موضوعا لهذه الملحمة الجزائرية العربية ذات الأبعاد الإنسانية العالمية لأنها ترتكز على موضوع حساس هو موضوع البحث عن الضنى البحث عن الذات يعني التي تتعلق ببحث بوسعدية عن ابنه الذي اختطفته اختطفته أياد البيض يوما ما من الخرطوم بالسودان وكانت انطلاقته من السودان إلى ليبيا إلى تونس إلى الدول يعني محطات حياته إلى الولايات الجزائرية وحاولنا من خلال هذه المحطات وهذه السفرية التراثية الفنية الغنائية أن نقف عند بعض الشخصيات التي عانت التهميش وظلت مغمورة ولذلك وقفنا عند بعض الشخصيات وكان الخط الدرامي ثنائيا إن صحى التعبير ثنائيا بين مصار بوسعدية الذي اتخذ أسماء متعددة من بوسعدية إلى بابا مرزوق إلى بابا سالم والخط الثاني كان للشباب الذين فقدوا وحرصا على الهوية الجزائرية أبت الملحمة إلا أن تقف عند شخصية الملك كوكو من تيزيوزو والمخيال لا بد أن يكون حاضرا في الفضاء المسرحي ولذلك تسنى لنا أن نفقد الملك كوكو بنته لتكون لتلتقي وتكون هناك علاقة فيما بين بنت بوسعدية وبنت الملك كوكو الجمهور ويتوقون ويشوفوا هذه المسرحية ويكتشفوها في قاعة المقار قاعة ابن زيدون يومي الجمعة والسبت إن شاء الله فقط من جسد دور البطولة؟ دور البطولة هي البطولة مشتركة بين مجموعة من الفنانين على غرار فيزة أمل على غرار الممثلة الفنانة دليلة من سيد بالعباس وحرصت حرصا كبيرا سيدة تونس أي تالي على أن تكون تشكيلة فوسيفسائية جزائرية بامتياز فنجد من باتنا حرية الفنانة حرية والفنانة سعاد وأيضا من معسكر يعني كان الموسيقار الحبيب إضافة إلى موسيقيين وكان للموسيقى ولد العنوان يشي بذلك من خلال قولنا بوسعدية ساوند فكان حاضرا معنا سرسبيل وهو موسيقار يعني معروف إضافة إلى حسين سماتي من سطيف إضافة إلى الحبيب من معسكر فرافقوا هذه الملحمة التراثية المعسرنة لأن تونس أي تالي أبت إلا أن تغير في نوعية الموسيقى المستعملة فلم تترك الأمور على حالها ووقفنا عند العشرية السوداء من خلال شخصيتين فاطمة غالير الكاتبة الفرنسية الجزائرية التي أيضا غمرت بالتهميش إلى جانبي اسماعيل يفصح يعني رح تكون اللهجة العامية أم باللغة العربية؟ لا هي لغة شعرية بين النطر والشعر وحرصنا أنا متأثرة كثيرا بسيدة عبد الرحمن المجدوب وبالشعر الملحون ولذا اخترت رفقة زميلة الدكتورة ليلى بن عيشة التي كتبت النص نثرا وأثرنا أن يكون شعرا طالما أنه مرافق بالموسيقى ولذلك كانت اللغة قريبة من كل الشرائح يعني رفهمها كثيرا جزائري وغير جزائري يعني رح يكون كذلك نفس جديد للمسرح الغناء الجزائري يعني لنشوفوا أنه كذلك عانى من الركوب وهذا صحيح أشكرك على هذه الانتفاة الذكية نعم فالمسرح الجزائري يعاني من غياب الشعر ومن غياب المسرح الشعري يعني تقريبا تقاعسها ولم يعد موجودا هذا لعدة اعتبارات لكن من خلال هذه الملحمة فهي إماطة لثام عن فن يكاد يكون آفلا وبالإضافة إلى ذلك أيضا عن شخصيات قدمت لنا الكثير وقصرنا في حقها إبداعا ونقدا وأقولها وأنا ناقضة من خلال سرط بومدين مثلا من خلال شخصيات لا يعرفها القارئ العادي أو المتلقي العادي على غرار الليسة التي بنت قرطاج على غرار عرفية بنت تليمسان التي حملت لواء الثورة الجزائرية بجسارة المرأة الفحلة إلى غير ذلك فأناك شخصيات دكتور غا يعني تشوفي أن هذه المسرحية تستحق أنها تصور على طريقة فيل يمكن بالطبع لكن هي أكثر عبارة عن لوحات ديفخسك لوحات فنية كل لوحة يرافقها شعرها يرافقها أداؤها وهناك تصور إخراجي يحتضن كل هذه المعطيات وكل هذه اللغات المشهدية من خلال إمبراطورية العلامات الخشبة يعني المشهر جميلة هي التي كتبت شعر هذه الملحمة أنا كتبت الجانب الشعري وزميلتي كتبت نثرا حتى لا أبخصها حقها يعني مشهر جمالية لأضفتموها واعتموتموها في هذه الملحمة والله إذا تعلق الأمر بالجمالية فهي كثيرة فهي على مستوى التعبير الجسماني على مستوى الموسيقى على مستوى هذه الفسيفساء التي يتعضض فيها الحوار الشعري مع النوطة الموسيقية مع الحركة الجسمانية مع أيضا اللوحات اللوحات التي قدمت عبر شاشتين داتاشو عبر هذا الوسيط أو الوسائطية فكل هذه اللغات مجتمعة التي يجود بها أو تجود بها مهن العرض المسرحي تعضضت في هذه الملحمة لتحتفي بطراث يجمع فيما بين الدول العربية وليس الجزائر فخص يعني أوجو في أنه كذلك الجمهور الجزائري سيتفاعل مع نوع من هذه المسرحيات أكيد سيتفاعل لأنها أيضا بمثابة رد اعتبار وتكريم لبعض الشخصيات التي منحت للفن والتاريخ الكثير لم نقف عند الشخصيات الفنية وإنما الشخصيات الثورية مثلا الكتاب الفاتحين على غرار سيدي عقبة على غرار الفاتح عمر المختار في ليبيا ولم يكن لنا خيار لأن ليبيا تقترن بعمر المختار ولم يكن سهلا تقديم هذه الشخصيات التي تطلبت منا من الفريق مع السيدة المخرجة التي صدقا أقولها تضع لمستها في النص وفي الإخراج وفي الموسيقى وفي الأداء وفي كل شيء حتى نقول أن الملحمة تطلب لباس خاص بها يعني شكري تم باللباس والله إذا تعلق الأمر باللباس فكانت معضلة مع سياسة الترشيد المكرسة في الفن المسرحي كان لزاما على السيدة المخرجة التي بدلت جهدا معتبرا مع السيد المنتج خليل عون فكان للمسارح الوطنية وعلى رأسها المسرح الوطني محي الدين بشترزي ومسرح الموجة وغيرها من المسارح الذين ساعدون في ما يتعلق بالملابس وحاولنا أن نجعلها مناسبة لهذه الشخصيات فكأننا تمدنا على الابتكار والإبداع في عملية محاولة تستلهام الملابس التي استعملها ممثلون سابقون في عروض سابقة أن نحييها ونكرسها ونؤنمتها حتى تكتمل وكذلك بعد عرض هذه الملحمة في الجزائر العاصمة يومي الجمعة لا لا تفكروا أنكم تنقلوها إلى خارج جزائر العاصمة هناك نية والعزم على نقلها إلى الخارج وما هو مؤكد أنها ستشارك ستشارك بمهرجان صفاقص يعني خارج الوطن خارج الوطن وبالنسبة للولايات الجزائرية وبالنسبة للولايات الجزائرية هناك برنامج ليس لدينا ما هو مؤكد الآن بدأنا بالجزائر العاصمة بحكم تواجدنا هنا وأكيد هناك عزم على تقديمها بقلمة التي رحب بتقديمها السيد المدير المسرح وأيضا مسارح أخرى على غرار بالعباس وهران أكيد سنزورها لكن طبيعة العمل الذي يستغرق ساعة وعشرين دقيقة في كليته لكن السيدة المخرجة بحكمتها والمأهودة في تونس أي تألي أكيد كلما تغيرت صالة العرض إلا وسيكون هناك عملية تغيير أيضا لعدد اللواحات التي ستقدمها هنا وهناك وفق طبيعة هذه الصالة نحتبر أن هذه الملحمة ستكون قفزة نوعية ونفس جديد للمسرحة الكوميديا الجزائري نتمنى ذلك نحن بكل تواضع نقول نحن اجتهدنا اجتهدنا كفريق والجميل في هذه التجربة الرائعة هو أن الكتاب الدكتورة ليلى بن عيشة والدكتورة جميلة مصطفى الزقاي والراقصين والفنانين كنا كلنا في بيت واحد أسرة واحدة يجمعنا هدف واحد هو العمل لإخراج هذه الملحمة ملحمة بوسع ديا ساوند إن شاء الله كذلك المسرح دايما يحتاج إلى مواهب جديدة وضاقات تشوفي أن هذا النوع من المسرح يحتاج نقوله إلى نقوله نحن إلى مهارات وكذلك على أي أساس اخترت المماثلين الكاستينج كان مهما وعلى فترات قامت السيدة المخرجة بمسابقات الكاستينج مرة في تيزيوزو مرة في أيضا بجاية على ما أظن العديد من الولايات التي كانت يعني في انتظار إجراء هذا الكاستينج ولذا الراقصون نجدهم من جميع ولايات الجزائر من باتنا من ستيفن من أسكر من سيدي بالعباس من وارن من جميع الولايات إذن كان كاستينج مكفف على أي أساس اخترتوا يعني هاتف المماثلين يعني أيضا على حسب تركيبة الشخصيات يختار تختار هذه يعني المؤدون والممثلون بحسب الشخصيات وبحسب أيضا الأدوار التي أدوها فيما سبق وهناك بطبيعة الحال شخصيات أو راقصين لأول مرة وجدوا نفسهم فوق الخشبة وكان شالنج يعني مختلف الفنون يعني حتى راقص غير وغناء يعني العديد من المواهب يعني فنانين تعتبر أنت سيدة يعني جميلة أنه فنانين متكمكنين من هذا الشيء يعني وبحكم أنك احتكاكك معهم إذا قلتها من الجانب النقدي يعني اشتغلوا مع الفرسهم لا زالوا يحتاجون إلى ورشة كوينية صميمية وفعلية يعني يتحسن مستوىهم نحو الأفضل لكن من خلال بوسع دية ساوند أنا اكتشفت أن بعض الفنانين ينطلقون من لا شيء وكأن هذا العمل كان بالنسبة إليهم ورشة كوينية ورشة كوينية وكان يطلب هذا الشيء يعني طبيعي الحال من خلال من خلال تدريبات إلى غير ذلك يجد نفسه الممثل في الأخير قد أحرز حمولة وتجربة في هذا المجال الذي كان غريبا عنه وكان يتخوف منه مثلا من ضمن النقود التي وجهت لأننا قدمنا بعض اللواحات باختتام مهرجان المسرح الوطني المحترف يعني تشوفي أنت فمن ضمنها كانت الغناء لم يصل إلى المستوى المطلوب إذن نحن لم نستعين بمغنين محترفين استعنا بممثلين يؤدون غناء وهناك فرق يعني تشوفي يعني يمكن كين مؤطرين مدربين يعني هذا يعني هذا الشيء لهذا الفنانين وهذا المواهب أكيد و يعني نقول أن المسرح يختلف عن باقي الفنين أكيد هو هو مثل ما قال أردو والخشب خاصة عندها الآن والهنا وبالتالي شخصية الممثل تتفاعل مع لحظة العرض وهذا يعني يسعب منهم ليس سهلا و يقول أن المسرح عنده رهبت خاصة لما تكون مباشرة معه أكيد ولذا أقول دائما في النقدي نبخس الممثلين والفنانين حقهم في عملية الكتابة عنهم نكتب عن الإخراج نكتب عن النص نكتب عن اللغات المشهدية من سينغرافيا من كوريغرافيا إلى غير ذلك مدة التحضيرات والله هي بدأت منذ سنتين والفكرة تختمر ونبحث عن يعني الجانب التاريخي الجانب الفني الجانب الببيوغرافي للشخصيات السير التي لم نكن نعرف عنها شيئا وبالتالي سنتين لكن التحضير للعرض تطلب أكثر من شهر شهر ونصف قرابة الشهرين والغزيدانس يعني منزل الذي صخر لتحضير العمل بسطيف جمع كل هذه الطاقات من موسيقيين ومن ممثلين وكتاب وفي بعض الأحيان على الرغم من أن النص كتب مسبقا لكن في بعض الأحيان دعت الضرورة إلى كتابة ركحية إلى كتابة ركحية وقلتها كثيرا إذا كنا في السينما وأنا تخصصي أيضا سينما من خلال ماجستير سينما إذا كنا نكتب السيناريو بالقميرة بعين القميرة الكاميرا فإننا أيضا في المسرح ينبغي أن نكتب بالخشبة ولي الخشبة شكرا لك شكرا لك التوفيق دكتورة جبيلة زكاي يعني نورتنا بالحضور نتعقل لكم موعدكم يوم لا يخليك حبيبتي الموعد أكيد راح يكون يوم الجمعة والسبت بقاعد أن يكون الحضور مكثفا لأن الجهد كان معتبرا إن شاء الله وإن شكرا لكم وشكرا لإحتفائكم بالإبداع المسرحي الجزائري حبيبتي نورتنا نتمنى لكم الأنق هذا هو هدفنا دائما نمسوا مختلف المجالات الحق نخليكم تعيشوا هاتيالجواء وهاتيالتظاهرات اللي هيتشدى الجزائر